اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد على ما وصلت اليه العلاقات البحرينية الكويتية من تقدمهم في مختلف المجالات عززته عمق العلاقات الاخوية والربوابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين والتي شكلت نموذجا متميز ان يحتذى به في او على صعيد التعاون الثنائي والعمل المشترك الذي عكسه اهتمام ورعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى اهل خليفة عاهل البلاد المفدى واخيه صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت الشقيقة حفظهم الله وسعيهما المستمل لتطوير اليات التعاون بين البلدين الشقيقين بما يخدم المصالح المشتركة واشار سموه الى ان مملكة البحرين تواصل البناء على ما تحقق من شراكة متينة بينهما وبين دولة الكويت الشقيقة ودفعها الى مسارات متقدمة وفق الرؤى المشتركة التي يحرص كلا البلدين الشقيقين على تعزيزها في شتى القطاعات جاء ذلك لدى لقائه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم معالي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة وذلك بحضور معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية حيث رحب سموه بمعالي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح في بلده الثاني مملكة البحرين متمنيا ان تتكلل اجتماعات الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة بالتوفيق والنجاح منوها بدور اللجنة العليا المشتركة في ترسيخ العلاقات بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين هذا ولفت الى ان الزيارات الرسمية المتبدلة بين البلدين على مختلف المستويات اسهمت بدورها في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بما يحقق النماء والازدهار ويصب في خدمة اهداف التنمية المستدامة لكل البلدين الشقيقين من جانبه اعرب الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد على ما يوليه سموه من اهتمام بتطوير العلاقات بين مملكة البحرين ودولة الكويت نحو مجالات اوسع مشيدا بمدى عمق ومتانة العلاقات البحرينية الكويتية ومتمنيا لمملكة البحرين دوام النماء والتقدم بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه